موسيقى السيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة اليوم نقسمها إلى محورين في الأول نتحدث عن صفقة القرن بين التسريبات والواقع وفي محورنا الثاني نبحث عن موضوع الطب النفسي في الأردن بين الحاجة والإقبال في المحور الأول في كل يوم نشهد حوار جديد حول ما يسمى بصفقة القرن والأهم من ذلك هو ما هو مرسوم للأردن فيها ما هي صفقة القرن أمرز التسريبات الصحفية الأخيرة نرصدها في هذا التقرير بداية موسيقى وعد ترمب فأوفى بعد قرن بالتمام من وعد بلفور وما بينهما من محادثات وصفقات وتسويات لإنهاء الصراع العربي مع الاحتلال ينشغل العالم اليوم بصفقة تمتاز بالغموض وتلتف حولها علامات استفهام كثيرة صفقة مجهولة الخبايا والنتائج سميت بصفقة القرن كل الأصابع تشير إلى هذا الشاب جارد كاشنر بصفته عرابا للصفقة وهو مستثمر أمريكي يهودي أرثوديكسي متزوج من ابنة ترمب وعينه ترمب مستشارا له السعودية وبحسب وسائل إعلام غربية متعددة أحد أهم ركائز الصفقة وبحسب التسريبات فإن ولي العهد محمد بن سلمان أخبر قاشنر بأنه على استعداد لاستثمار كميات كبيرة من المال في الصفقة وأنه سيقدم للقيادة الفلسطينية الحوافز الضرورية مقابل رد إيجابي وبحسب صحيفة أليكس فاشمن إن ثلاثة من خارج الإدارة الأمريكية يعملون مستشارين للفريق السياسي الأمريكي وهم ولي العهد السعودي وسفير الاحتلال والسفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة وفي تفاصيل بنود الصفقة يبدو أن الدولة الفلسطينية ستشمل أراضيها على قطاع غزة والمناطق ألف وبا وبعض أجزاء من منطقة جيم في الضفة الغربية وتعرف المنطقة ألف بأنها حوالي 18% من الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية والمنطقة با بأنها حوالي 21% من مناطق العديدة من البلديات والقرى والمناطق الفلسطينية أما جيم فتشمل هذه المناطق جميع مستوطنات الاحتلال والأراضي القريبة ومعظم الطرق التي تربط المستوطنات والتي يقتصر استخدامها على الاحتلال فقط وستقوم الدول المانحة بتوفير عشرة مليارات دولار لإقامة الدولة التي ستشمل بنيتها التحتية على مطار وميناء في غزة ومساكن ومشاريع زراعية ومناطق صناعية ومدن جديدة أما ما يخص القدس وموضوع عودة اللاجئين فستؤجل إلى مفاوضات لاحقة وبعد اجتماع محمد بن سلمان بالرئيس المصري السيسي لساعات مطولة في القاهرة منذ ما يقارب أسبوع فجر الإعلام تسريبات لم يتسنى التحقق من دقتها بعد أن هذا اللقاء ليس إلا اللمسات الأخيرة حول ما يتعلق بالجانب المصري ودوره الذي سيتنازل عن 720 كم مربعا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة وبمقارنة سريعة بين صفقة القرن وحل الدولتين نجد أن الاحتلال سيحصل أولا على مساحات أكبر وبالتالي مستوطنات أكثر مع احتفاظها بالأماكن الدينية داخل حدودها ذات الأهمية التاريخية نهيك عن المكاسب الاقتصادية المتوقعة كل هذه التسريبات طالما لم يعلن عنها إلى الآن تبقى في خانة الممكن وبعد الإعلان عنها تبقى في خانة الممكن أيضا فمن سمح للعالم تحديد مصير شعب من حقه أن يحدد مصيره بيده إذن صفقة القرن بين تسريبات الواقع نبحثها مع ضيفنا الخبير الاستراتيجية دكتور عامر السبايل أهل دكتور عامر مرحبا شرفتنا بحضورك تعرفني بداية صفقة القرن وحقيقة وجودها وعلى ماذا تقوم يعني أولا دعنا نضع المسمى المسمى يعني واضح أنه مسمى أمريكي يعني عندما تتحدث عن هذا المسمى يعني واضح أنه ترجمة من اللغة الإنجليزية وواضح أنه نتاج لرؤية أمريكية يعني لا تنسى أنت في النهاية أن موضوع عملية السلام وموضوع إنجازه هو برعاية أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا ونحن نعيش في هذه المحاولات يعني محاولات إنجاز لنقل صفقة السلام في المنطقة حتى لقبل سنتين كان هناك برنامج مشروع كيري فبالتالي يعني لا أعتقد أن هناك تهويل كبير في موضوع تحويل هذه الرؤية على أنها صفقة فعليا يعني في كل مرحلة منذ حتى سقوط العراق ونحن نعيش في محاولات جورج بوش الأب بالكلينتون لاحقا جورج بوش الأب ومحاولة الفرد أوباما ومشروع كيري يعني كلها كانت محاولات أمريكية في النهاية لإنجاز هذه الصفقة يبدو أننا اليوم نتحدث عن إدارة أجرأ من كل الإدارات السابقة لعدة أسباب أولا لأنها متحررة من فكرة الأيديولوجيا وواضح أنها متجهة يعني مسكونة بواقع اقتصادي فعنوان لهذا سميت صفقة لأنه هو فعليا الحديث في جزئية السلام الاقتصادي وليس السلام السياسي لأنه فعليا كل الأمور التي نتحدث عنها هي تغيير واقع هذه المنطقة بحيث تضخ في هذه المنطقة أموال قادرة على خلق فرص تنموية جديدة قادرة على إشغال أهل المنطقة في مسألة إعمار هذه المنطقة وبالتالي تتحدث من هنا فكرة صفقة باعتقادي فهذا يعني المفهوم الأساسي لكن فعليا هناك محاولات لإنجاز السلام دائمة هناك مبادرة السلام العربية ما زالت على الطاولة وهي أيضا منتج سعودي منذ قمة فاس إلى اليوم ونحن نتحدث عن هذه المبادرة وتعديلاتها فبالتالي ليس هناك أي جديد الجديد الوحيد هو حالة الوضع العربي وحالة الوضع الفلسطيني الذي يسمح لهذه الإدارة الأمريكية أن تفرض رؤيتها أو أن تعتقد بأنها قادرة على فرض رؤيتها لإنجاز هذا السلام بدأ هذا واضحا في اختيار موضوع القدس ونقل السفارة باعتباره نقطة أساسية ترى هذه الإدارة أن هذه النقطة هي التي تؤهلها اليوم للبدء في عملية السلام على عكس ما كان يفترض أنها نهاية وخاتمة عملية السلام لهذا باعتقادي نحن أمام واقع واقع عربي متشردم يعني الدول الكبرى كلها دخلت في أزمات واقع فلسطيني محزن انقسام كامل وبالتالي الحديث اليوم بعد تطويع هذه المنطقة اقتصاديا بنماذج معينة على موضوع السلام الاقتصادي الذي يعطي شعوب هذه المنطقة فرصة لنقل لتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية وبالتالي خلق هذه الفرصة أنا لا أعتقد أن هناك مبالغة في فكرة إنجاز الحل لا اسمح لدكتور أقاطعك لما نحكي مبالغة في إنجاز الحل نتحدث أن هذا المشروع الأمريكي شأنه شأن أي مشروع أمريكي سابق هو مشروع سيطرح على الطاولة والأطراف المعنية في هذا المشروع ستبحثوا منها من سيقبل ومنها من سيرفض وإذا رفضت سنعود للمربع الأول الذي هو حالنا اليوم إذا ما كنا غدرنا مربع أساسا حمد هو الاختلاف ممكن أن يكون في جزئية مساحة القدرة على الاختلاف مع هذه الإدارة أعتقد أنها ضيقة جدا بالنسبة للكثيرين هذه الإدارة واضح أنها كالطفان قادمة هناك عوامل تعطيل لهذا المشروع بلا شك نحن نتفق أن هناك عوامل تعطيل لكن واضح أن هناك أيضا حواضن لهذا الإنجاز الإنجاز إذا كان بوابته السلام الاقتصادي أعتقد أنه يستطيع أن يخلق نوع من أنواع التغيير في هذه المنطقة خصوصا بدأنا نلمس أن هذه الفكرة متركزة أساسا على فكرة أرض بلا سكان خلق فرص وبالتالي خلق نقاط جذب وبالتالي تحرك ديموغرافي بهذا الاتجاه يعني مشابه لنقل لسيناريوهات سابقة لكن بصورة أكثر فعالية قد تكون بسبب الواقع الاقتصادي الذي وصل له أبناء المنطقة وخصوصا في السنوات الأخيرة عندما تتحدث عن هذه المنطقة عن الوضع الفلسطيني غزة بالذات الضفة الغربية حتى في الأردن يعني في لبنان هناك واقع اقتصادي واضح أنه كان يعني مبرمج الوصول له لكن اليوم يعني القدرة على طرح هذا المشروع أنا بأعتقد أنه ما زالت هناك كثير من عوامل تعطيل هذا المشروع لم تنجز الحديث عنه بهذه الصورة أعتقد أنه يعني يمتاز بنوع من الطباوية يعني من اليوتوبيا أنه يمكن إنجازه بهذه السهولة ليس بهذه السهولة هو لا أمامنا محطات مهمة في المرحلة القادمة المنطقة لم تعود حكرا على الولايات المتحدة الولايات المتحدة حتى مع التغييرات الأخيرة التي يفترض أن تنقل الولايات المتحدة بصورة أكثر يعني حزما في اتجاه هذا الملف وملفات أخرى أعتقد أنه هناك معطلات كثيرة يمكن أن تؤثر على هذا المشروع لكن في الإطار العام هناك محاولة كلمحاولات السابقة تبدو أكثر واقعية تبدو أنها مرتكزة على ما ينقص هذه المنطقة التنمية التطوير الواقع الاقتصادي وبالتالي يعني نوع من أنواع التعويضات لسكان هذه المنطقة لكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن هناك مؤامر على القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول يعني ليس جديد موضوع تصفية اللجوء حتى المبادرة الفلسطينية لم تشر إلى موضوع حق اللجوء يعني واضح أن هناك ضغط في فكرة تذويب هذا اللجوء وبالتالي لم يعد هناك أي مشكلة بالنسبة للإسرائيليين عندما تتحدث عن سلام أكبر يعوض اقتصاديا ويخلق واقع جديد إذن أن تتحدث عن احتمالية حل كبيرة لكن إلى الآن أعتقد أن أعداء الولايات المتحدة والمتضررين من الولايات المتحدة كثر قادرين على التعطيل بعدة أساليب وعدة محطات لكن أمامنا أعتقد أشهر يعني عصيبة في هذه المنطقة للوصول إلى الخلاصات لأنه عندما نتحدث عن سلام وصفقة قرن لا نتحدث عن فقط فلسطين نتحدث عن منطقة وهذه المنطقة هناك متضررين من هذه الرؤية وهذا باعتقادي يعني إن لم ينجز الملف السوري الملف في لبنان أعتقد أن هناك يعني معطلات قادمة الوضع الإيراني الإيرانيين وردهم فعليا على الأمريكيين في هذه المنطقة انقلاب حلفاء الولايات المتحدة على الولايات المتحدة خصوصا عندما تحدث عن واقع كالواقع التركي في جزئية أعتقد أننا أمام يعني مشهد مضطرب نوعا ما لا يسمح لنا بأن نكون حالمين جدا بأن هذه الصفقة يمكن تطبيقها بهذه السهولة خليني بس أرجع شوي للتسريبات التي تصدر هنا وهناك ومقالات تنشر هنا وهناك تحدث عن تفاصيل والبعض قال أن الصفقة تمت والأوراق انتهت والأمور كلها يعني حسمت ونحن في اللمسات الأخيرة تتفق مع مثل هذه التسريبات أم تراها تهويل للأمر لا أكثر على الجانب النظري ممكن انتهت ورسمت يعني على الجانب النظري الآن انتقال إلى التطبيق كانت مشكلة هذه المنطقة في موضوع السلام دائما هو التطبيق وليس النظرية يعني هناك مشروع ريجل من واحدة بني جاهز لموضوع التطبيق شبيه بهذا لكن لم يطبق يعني فعليا ما أريد أن أقوله أن المناخ والأرضية ليست جاهزة يعني حتى الإسرائيليين اليوم يجب أن يعودوا النظر في موضوع في موضوع النقل السفارة إلى القدس وموضوع السلام إن كانوا فعلا يسعون إلى السلام في هذه المنطقة لم يتم تشكيل حواضن لهذا السلام يعني ما زالت هذه الشعوب ترى أنها مظلومة وهي فعلا مظلومة لم تحصل على حقوقها وبالتالي أنت تحاول أن تعوضها اقتصاديا لكن فعليا هذا التعويض الاقتصادي لا أعتقد أنه كافي بالنسبة لنقول أن هناك صفقة ستنجز إلا إذا أردنا أن نرى هذا من زاوية أن هذه الصفقة تأتي على مراحل يعني تبدأ بفكر التأسيس لواقع جديد يأخذ بعده الاقتصادي لينتهي بالتقادم سياسيا لكن فعليا إذا أردت أن تحل حل سياسي أنت أمام ملفات خطيرة ملف اللجوء وكيفية إسقاطه وهناك دول مثل الأردن ولبنان على تماس مباشر مع هذه الزاوية الجزء الثاني هو موضوع كيفية هذه التعويضات وكيفية تقديم شيء لهذه المنطقة وثالثا هو مفهوم الأمن في هذه المنطقة هل فعليا أنت قادر اليوم أن تقيم كل ما تعتقد عنه من مشاريع تحتاج في أساسها يعني لقيامها إلى موضوع الأمن هذا الأمن مفقود في هذه المنطقة والمتضررين من هذا المشروع عيد ومن الإدارة الأمريكية صنعت أعداء على الأقل في الفترة الأخيرة أعداء كثيرين في هذه المنطقة وبالتالي قد تتأثر كل هذه المشاريع أمنيا وتتعطل لهذا أعتقد أننا أمام نظرة نظريا يمكن أن تكون أنجزت فعليا لكن عمليا أعتقد أننا تطبيقها يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى كثير من العمل أنا هم بدي أحكي عن التسريبات على الدور الأردني وعلى ما سيكون من مستقبل الأردن في هذه الصفقة وجهة نظرك أولا الأردن جغرافيا ثابتة هذا مفروغ منه هذه الجغرافيا هي الأهم في هذه المنطقة عندما تنظر إلى مستقبل هذه المنطقة لكن هذه تحتاج أيضا إلى إدارة سياسية توازي هذه الجغرافيا لتكون مستفيدة دائما فيما هو قادم الأردن قد يدفع ثمن إذا لم يستطع أن يلعب لنقل على عدة أوراق في هذه المرحلة الأردن في النهاية هو المتضرر الأكبر بالتقادم يعني هو المستقبل الأكبر للاجئين الفلسطينيين تم تذويب اللجوء في الأردن بصورة واضحة الأردن للأسف دولة معتمدة كليا اليوم على المساعدات وبالتالي القرار السياسي يضعف الأردن أمام تحدي كيفية الاستفادة من أي صفقة قادمة مع الثوابت الثوابت مصلحة الأردن أولا ومصالح الأردنيين يعني أن لا يكون أي حل على حساب الأردنيين وفي النهاية هذه دولة باعتقادي أنها دولة ثابتة يعني أنجزت خلال مئة عام أنجزت مؤسسات مؤسسات قادرة أيضا أن تكون لها ثوابت في هذا الموضوع مؤسسة أمنية مؤسسة عسكرية قادرة أن تناور في هذه المرحلة لأن هذا لا يمكن محمد أن نتحدث اليوم عن موضوع سلام وموضوع دون الأمن وبالتالي نحن أمام تحدي أردني الأردن معني تماما داخليا في النظر في كيفية الاستفادة في موضوع التنمية والتطوير في الداخل الأردني يعني لا يمكن أن تكون الجغرافية الأردنية في كثير من جهاتها أتحدث أيضا عن الجنوب الأردني مهمش إلى هذا الحد لا يجوز أن يكون يعاني من ضعف التنمية بهذه الصورة وتدخل إلى المنطقة مشاريع تهدف إلى خلق فرص جديدة قد تؤثر فعليا على الأردن وتجعله يدفع الثمن إلى الآن أعتقد الأردن معه مساحة كبيرة في موضوع الاستفادة والحفاظ على ثوابته في النهاية لكن أعتقد أن التحديات قد تكون أكبر التضييق الاقتصادي على الأردن هل تقرأ تضييقا اقتصاديا للدفع باتجاه القبول بما سيرد من بنوت في هذه الصفقة؟ يعني هو التضييق الاقتصادي نوع من أنواع التطويع وهدفه بلا شك تطويعك سياسيا لكن لم يمنعك أحد من أن تقوم بعمليات تنمية داخلية تزيد من قدرتك على المناورة وتسمح لك بمواجهة كل محاولات الإضعاف الاقتصادي الأردن أمام هذا التحدي يجب النظر إليه داخليا كتحدي أساسي للأردن مستقبلي نحن نتحدث عن صفقة لكن صفقة لا تنجز بيوم هي فعليا تتحدث عن سنوات قادمة الأردن معني في هذه الزوايا أو في الفترة القادمة أن يحسن من شروطه التفاوضية أيضا عبر تحرره من فكرة الضغط الاقتصادي عبر خلق واقع جديد في الداخل الأردني لكن إذا ما استمرت حالة الاعتماد الكلي الأردني على المساعدات بلا شك يعني القرار السياسي في تلك الحالة يعني هو قرار ضيق لكن ذكرت أقطة مهمة التطبيق يحتاج إلى سنوات ولن تكون الأمور كما يذكر البعض نتحدث عن أشهر أيام أسابيع يعني يطلع ترامب اليوم ويعلن أن الصفقة تمت هل الصفقة تمت على الأرض فعليا؟ لا الموضوع يحتاج إلى خلق قواعد وحواضن مجتمعية أيضا لتطبيق هذا الموضوع فبالتالي أنت تملك مساحة مناورة كبيرة بالنسبة للأردن الأردن عليه أن يعيد النظر أيضا بالجغرافيا بالجغرافيا الموجودة كيفية الاستفادة من الواقع الجغرافي لا يمكن الأردن أن يحصر نفسه في حدوده الجغرافية وبالتالي يتأثر فعليا بكل ما يفرض عليه يجب النظر بكيفية إعادة العلاقة مع سوريا ومع العراق هذا أساس في موضوع الاستفادة من الجغرافيا الأردنية والهروب من استحقاقات قد تفرض على الأردن إذا ما تقوقع أكثر وأكثر وزادت أزمة الاقتصادية طيب أنا بسؤال أو بسؤال أخير بدأ أسمع تعقيبك عليه هل نحن في خطر من صفقة القرن أم أن معانا مساحة وقت كافية لنحضر أنفسنا لمثل هذه الأمور التي قد تكون قريبة في الطرح على أقل تقديرا يعني هو حتى الطرح لا يعني التطبيق لنبدأ بهذا الجزء الثاني يعني أن الأردن في خطر أعتقد أن الأردنيين يعني يرهن عليهم في الأزمات مؤسسات الدولة الأردنية قد تظهر يعني وتظهر للجميع بأنها قادرة على المناورة وقادرة على الحفاظ على الأردن والأردنيين ومصالح الأردن والأردنيين بصفة أن هذه المؤسسات على الأقل يعني الأمنية والعسكرية ونستيع مواجهة تهجير وطوطين بلا شك يعني هي قادرة أيضا أن تخلط الأوراق في المنطقة كاملة لا تنسى أنه في النهاية المؤسس العسكرية الأردنية والمؤسس الأمنية التي لم تتعرض في هذه المنطقة إلى ضربات كبيرة لم تستنزف ما زالت قدرتها على المناورة كبيرة علاقاتها الدولية مفتوحة وبالتالي لها أهمية كبرى يجب علينا أن ندركها لأن واقعنا الجغرافي بأهميته يحتاج إلى أجندة سياسية بمستوى الجغرافية الأردنية لهذا أعتقد أننا نملك أوراق كثيرة لنحافظ على مصالحنا في المرحلة القادمة لكن نتمنى أن نرى خطوات حقيقية في المستقبل تهجير وتوطين في الأردن؟ دقة مثل هذا الحديث هل تقرأه في الأفضل؟ موضوع التهجير انتهى لن يأتي أحد ويهر ليس هناك ترانسفير التهجير إن تم سيكون طوعي خلق فرص عمل تجبر الجميع على الاتجاه باتجاه فرص العمل للهروب من الواقع الاقتصادي انتهت فكرة أن تأتي وتهجر 48 سنة انتهت هذه القصة التهجير طوعي أن نخلق لك فرص عمل في مكان يعني عفوا أن الفلسطينيين الموجودين في غزة ويعانوا إذا ما خلقت فرص عمل في النهاية يعني هو تم تطويعه في فكرة حاجاته الأساسية والبحث عنها لهذا التهجير إذا ما تم طوعي وليس والأردن في النهاية يعني هو في التقادم قام باحتواء عملية التهجير الفلسطيني لهذا أعتقد أن الأردن اليوم أيضا بالبحث عن مصالحه فيه إذا ما تمت صفقة للبحث أيضا عن تعويضاته ومصالحه في هذه المواجهة القادمة والحفاظ على أردنيته لنقل في خضم هذه الصفقة أنا بدي أشكرك كل شكرا للخبير الاستراتيجي دكتور عامر سبالي شكرا جزيلا لك شرف شمد حضورك اشتركوا في القناة